السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموضوع مهم جدا كتير منكم بيسأل عليه هل السكر بيرفع الضغط? وهل الضغط بيرفع السكر? طيب وعلاقة شرين التاجية ايه من الموضوع ده? ده حلقة مهمة جدا وحبيت ان انا اكلمكم عنها النهاردة وهتكون مدتها بسيطة ان شاء الله لشان نفهم الموضوع السكر لا بيرفع الضغط ولا الضغط بيرفع السكر لكن لما بيكون في مريض عنده سكر بيحصل تغييرات في السيولوجية عنده بتأدي الى ارتفاع الضغط ولما مريض يبقى عنده مشكلة في الضغط ممكن تأدي تغييرات في جسمه ان هو يحصل له ارتفاع في السكر ده قولا واحدا فلانت اسعدتك لما بيكون عندك ارتفاع في السكر يعني ارتفاع في نسبة الانسولين في الدم يعني ارتفاع في نسبة السكر في الدم يعني الاتهاب في الشرايين يعني ارتفاع وضيغ في الشرايين ومشاكل في الشرايين التاجية ويؤدي الى ارتفاع الضغط وطبعا مع مصاحبة السكر للسمنة والبدانة لنوع الثاني ده بيؤدي إلى ارتفاع الضغط طيب والضغط نفس الكلام لما يكون مريض عنده سمنة وعنده ارتفاع في الضغط والأدوية اللي بياخدها يؤدي إلى مشاكل فيه السكر طيب هل واحد زائد واحد يساوي اتنين يعني هل المريض السكر لنسبة الإصابة بتاعته للشرائين التاجية لو قلنا 10% طيب هل لو مريض سكر بس عشان يصاب بجلطة في الشرائين التاجي او عشان يصاب بمشاكل في الزبحة الصدرية ومشاكل في الشرائين التاجية مع السمنة هيبقى كل حاجة هي تختلف هل هو معاه امراض مصاحبة ولا لا فالسؤال دلوقتي اللي لازم نفهمه كويس جدا لو هو اصيب بالسكر ومعاه ضغط السكر الواحده 10% والضغط 10% يبقى نسبة الإصابة بالشرائين التاجية بتكون عالية 30% يبقى واحد زائد واحد مش يساوي اتنين طيب لو الراجل ده مدخن ومدخن شره يبقى نسبة الإصابة هتبقى 60% يبقى واحد زائد واحد زائد واحد ما يساويش 3 لكن لو معاه سمنة وسكره مش مزبوط خالص وضغطه مش مزبوط وعنده ارتفاع في الكوليسترول في الدم وعنده تدخين وعنده مشاكل في الغدة وعنده مشاكل في الاسترس ومبيخدش علاج اصابته بجلطات القلب والشرائين التاجية بتبقى عالية جدا ارجوكم اهتموا بصحيتكم اهتموا بزبط السكر ابدأوا من فترة ما قبل السكر ما تستنوش لغاية ما تصاب بالسكر وادخلوا دايما وقروا وتثقفوا لان مريض السكر لازم يعرف ازاي المرض حصل وازاي يقدر يعالج المرض صح تحياتي ليكم ودي معلومة مهمة حبيت اقولها لحضراتكم اشكركم واشوفكم في الفيديوهات القادمة ان شاء الله تحياتي ليكم اشتركوا في القناة